اشتركوا في القناة تحطيك زرار يعني هينفع جدا لو انتي عايزة تكميلي كل المشروع كروشين مش عايزة تدخلي فيه زراير او تدخلي فيه اكسسوريز غريبة تمام طيب هنبدأ مع بعض فيه طريقة انك ممكن تلمي بيها الشغل كده من ورا وطريقة انها بيبقى مفروض كده اللي تم عمولين بنفس الطريقة بس بتفرق بس في طريقة انتي لفتك للابرة او طريقة شغلك مع الابرة تمام طيب هنبدأ ازاي احنا الاول بدايتها دي يبقى معاكي الم او معاكي ابرة تخينة شوية مثلا فانا يعني مثلا ممكن تجيبي حاجة زي كده خلاص بس انا هستخينة شوية فاحنا انا ممكن عادي عشان اسهرها عليكم جدا انا هستخدم صبع صبع صغير بنبدأ ان احنا بنعمل كده تمام بسم الله كده وبتلفي ما بتشديش ايديك والحاجة خلاص احنا بنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعة توشر خمس توشر ده كده يعني مقس لطيف جدا او عدد من الورز لطيف تمام بتدخلي الابرة في المصة كده وتقومي جاية صحبة كده واخده دي اول سلسلة معي تمام وبعدين بنشتغل حشو خلاص ايدك دايما ما تبقاش جايبها كده معي ايدك ما تبقاش جايبها كده هتبقي جايبها كده دي اللي هتتلم الورا خلاص يبقى هتفضلي جايبة الابرة الورا كده دي اللي هتتلم الورا لكن احنا هايزين نعمل مفرود الورا فبتجيبي الابرة كده معي دايما تاخدي بالك هدي واحد اتنين تلاتة شوفون برجع الابرة ورا ازاي مش كده بقى وقم جاي واخده من هنا لأ انا بشد وبجيبه هنا كده اربعة وهكذا خمسة ستة سبعة تمانية خلاص تسعة عشرة حدواشر ايه على فكرة انت مفروض ما تلتزميش ادكتات ناشر تلاتواشر خلاص اربعة واشر ما تلتزميش بعدد لسبب لانه هيفرق معيك على حسب المقاس اللي انت عملت عليه دايرة وطبعا نوع الخطوة الابرة دي شيء اساسي بس اللي هيفرق قوي هنا الحاجة اللي انت عملت عليها بدايرة معي طيب احنا هنا انا ممكن اكملها بكمان واحدة يبقى معي في اول واحدة هنا كده خمسة اشر خلاص طيب هنلضم في اول واحدة هنا لو هتطلخ باطي او هتنسي ممكن تستخدمي المارك تستخدمي تمام تستخدمي مارك هنا بتحطيها كده معي ان دي اول غرسة طب هنعمل ايه بعد كده هتكميلي بنفس الطريقة هندخل خشو برضو ما تلميش ايديك هنا كده لا اهو خلاص كده معي واحدة اتنين تليتة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر 11 12 13 14 15 16 17 تمام هشيل المارك خلاص هدي 18 خلاص وهدخل في السلسل طيب وبعدين هنحط المارك خلاص كده ده الدور الثاني لسه برضو الدائرة بتاعتنا واضح معي هنشتغل نفس الدور الثالث بنفس غرزة الحشو واحد اثنين تالتة وهكذا معي اربعة خمسة ستة بتفضلي تشتغلي ادوار فوق بعض بالطريقة دي تمام لحد ما توصلي للسمكة او للحجم اللي انتي عايزي معي تخدي بالك من قفلة هتكون فين خلاص يعني تشدها كده لحد ما توصلي من مكان اللي انتي عايزي معي كده تمام وهكذا وصلنا اهو بتلفلي خلاص انا بالنسبالي دي انا عملتها ثلاث ادوار زي دي بالزبط بس انا هنا حاسة ان احنا ممكن نعمل كمان دور كمان فعادي هنقوم جايين نحط المارك تمام كده ونشتغل هشتغل كمان دور خلاص يبقى انتي لا ما بتقيديش لا ادوار ولا بعدد سلاسل ولا بعدد غرز ولا الكلام ده خالص قد ما انتي بتقيدي انه انتي تشوفي الشكل اللي انتي عايزيه هل هو اللي مطلوب ولا لا معي كده خلاص هنخلص الدور مع بعض عشان نشوف هنعمل الحلية او الشكل بتاعه ازاي تمام يبقى ده هيبقى اخر دور عندنا اهو انا عملتها كلها معيكو من الالف للياء زي ما بيقولوا اهو هنشيل ده المارك دي ونعمل كمان وهذا كده وندخل هنا تمام خلاص يبقى ده شكلها طيب هنعمل ايه بقى هنقوم جايين عاملين داخلين لورا كده وناخد دي معينا ونقوم جايين طالعين كمان واحدة هندخل في السلسلة بشكل عكسي يعني نسحب الخيط يعني غرزة حشو عكسية تمام كمان مرة اهو انا بدل ما بدخل كده لأ بدخل في الابرة في الغرزة اللي جنبها اهو 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 تاني ده غرزة اللي جنبها اصحب الخيط او الغرزة اللي قبلها بمعنى صحة وهكزا معيه دي بتدينا شكل تحفف النهية تمام مع بعض كده يبقى دي احنا عملناها اللي هي هتدينا الايه الزرار المفروض معيه او هتدينا ايه مقاس اكبر بمعنى اصحة نوز وصلنا لاخر واحد تمام طيب هعمل ايه كده هاخد سلسلة معي وهقوم جاية هكدت الخيط تمام بالطريقة دي اهي معيه بننطفها طبعا من جوه ماشي ابرت تنظيف هي مش مستهلة ابرت تنظيف بس انا بقولك احنا هندخل ابرت التنظيف الاول معيه كده وبعدين نسحب الخيط وندخله يدوب عليه هنا كده نهي طبعا دي طبقات فوق طبقات فوق طبقات فدخول الخيط فيها ده الواحده كفي تمام طيب عايزة تحطيها بالشكل ده تمام من اليمة دي بتحطيها عايزة تحطيها بالشكل ده بتحطيها عايزة تكملي فروع شجر مثلا وتكون دي نص وردة هي بشكلها تحف عايزة تحطيها زي ما قلتلك مكان الزراير هي هتمشي على كل حاجة يبقى دي اللي اللي هي واسعة معيه طيب عشان اعمل دي بقى هنستخدم نفس الطريقة دي نفس الطريقة دي هعمل كده اهو وايه اتنين تلية اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر خمستاشر تمام خمستاشر معيه معيه كده وهاخد الخيط واقفل به كده واول بقى ما اشتغل معيه ايدي مش هتبقى راجعة ورا ولا حاجة لا عادي هتبقى هنا اهو يعني هشتغل الشغل العادي خلاص انا مش حاكمكم بعدد غرش زي ما قلتلكو تمام طيب هتشتغلي كده التلقائي بتلاقيها اصلا هنا لان انت مش شد ايدك في الشغل لورا ودي اللي بتفرق في نتيجة الشغل طبعا تمام بتعملي الحشوة اهو تمام وبعدين شايفه هو لمم لورا اصلا معيه هتشتغلي تاني اهو تمام ما بحاولش ارجع ايدي ورا بقى عادي انا سايب ايدي بتلقائيتها معيه هشتغل فوق الخط فوق السطر السطرين ثلاثة زي ما تحب احنا متفقين ان الموضوع ده هيبقى يرجعلك عايزة تشتغلي الموضوع ده على فتلتين برضو اللي يرجعلك الكسافة دي بتاعتك انتي خلص انا اشتغلتها كلها قدامكم يعني مش ردي اطلع اي قط عشان تمام تغطلي تشتغلي تشتغلي كده يعني شوفوا انا ما بعملش حاجة غير ان هي غرس حشو دي كده غرس حشو غرس حشو تمام ففكرته لذيذة جدا وجميلة جدا واللي مش هيعرفها مش هيعرف يعملها على فكرة ولا يعرف يستنتجها يعني خلص يعني هتسير التساؤلية هتبقى حاجة شيك في شغلك ومميزة ان شاء الله شوفوا احنا اشتغلنا كذا السطر اهو شفتو شفتو اليمن ازاي خلص تمام عايزة تعمللها الكنار اللي انا عملته من تحت ده هتعمليه بنفس الطريقة دي هو احنا اهو هنلف الشغل هترجاعي ورا وتسحبي عايزة مش ما تعمليهوش براحتك خلاص هو كده كده هيبقى ميداري بس اللي ايه يريحك اهو بتدخلي في السلسلة بتسحب الخيط بس من ايه؟ بتدخلي في اللي قبلها مش في اللي بعدها تمام؟ تمام هتكون الشرح واضح ووصل لكم الطريقة خلاص خلاص اه معايا خلاص ندخل كده عشان ده هناخد سلسلة ونقط الخيط طبعا لو هتتخيطي كزرار بتعملي حسابك بقى في ايه في الخياطة يعني؟ انه هو يعني بتسيبي فراغ شوية من الايه من الخيط ده هنعمله كده احنا بابرة الكروشيه تمام؟ ايه دي؟ الشكلين في منتهى السهولة والنعومة والبساطة سهلين جدا تمام؟ اتمنى يا رب ان هما يكونوا عجبوكم واتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشيروا واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ضروري لان القناة بتكبر بكم اتمنى يا رب يكونوا عجبكم وما تنسونش فدعوة حلوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته